موسيقى يا مساء الصحة والسعادة وأهلا بكم مشاهدينا في كل مكان حلقة جديدة من برناميكم انت أحلى عشان دايما بنهتم اننا نساعدك تفضلي دايما انت الأحلى في نظر نفسك وفي نظر كل اللي حواليك بندور دايما اننا نجاوب على كل سؤال ونوصل لأفضل الحلول لكل المشاكل اللي ممكن تتعرض لهم سواء بقى مشاكل في الشعر في البشرة أو حتى الجسم عشان تفضلي أكيد دايما انت أحلى من بره ومن جوه وطبعا أكيد وقتها حالتك النفسية هتتحسن جدا طول ما انت مهتمة بصحتك ومحافظة على كل مقومات جمالك الظاهر وخصوصا أكيد جسمك لأن أغلب البنات والستات بيبوا عندهم هوس كبير قوي في زيادة في الوزن وكتير مننا ما بيعرفش حافظ على وزن وده أكيد سببه حبنا الشديد للأكل وأكيد مش هننسى الرجالة لأن أكيد الزيادة في الوزن عنصر مشترم بين الستات والرجالة كمان فالنهاردة هتكلم معاكم عن معادلة مهمة قوي وما تخافوش أكيد المعادلة هتبقى سهلة إزاي نقدر ناكل كل اللي نفسنا فيه وفي نفس الوقت ما نتخنش وفي نفس الوقت نخس إزاي هنقدر نعمل المعادلة دي مع شركة بايو ناتشرل اللي بتقدم لنا الأقوى والأأمن في عالم التخصيص وهو كورس بيستا طيب قبل مبدأ الحلقة عايز أتكلم معاكم إيه اللي بيخلينا نتخن يمكن ناس كتيرة قوي بتعمل حاجات كتيرة جدا ومش عارفة إن الحاجات دي بتبقى سببها زيادة في الوزن زي مثلا لما أجي أكل بأكل بسرعة الناس كتير بتأكل بسرعة حتى لما بييجي حد جنبها مثلا بتكلمها إيه يا احنا مترجطين الأكل فبنيجي نأكل بسرعة جدا وللأسف وقتها بلاقي نفسي بعد ما بخلص هفطس ما عنديش حتة أتنفس مهمة قوي يا جماعة قبل لو أنا بأكل أكل بالراحة ده مهم جدا عشان هرمون الليبتون هرمون الشبع بيتفرز بعد تلت ساعة دي حاجة تاني حاجة مهمة قوي الإنقاص الوزن يا جماعة الميا ما حدش ينسى الميا قل ديني بقول الميا مهمة جدا للاحساس بالشبع احساس بالامتلاء مهمة للديتوكسيفيكيشن بتاع الجسم مهمة لطرد السموم مهمة لحرق الدهون مهمة قوي يا جماعة الميا تاني تالت حاجة موضوع النوم مهمة قوي يا جماعة ننام على أقل 8 ساعات في اليوم عشان ما نخليش الكورتزول يعلى عشان ما نخليش هرمون النمو يقل يمكن اللي بينامه 4 ساعات في اليوم و 5 ساعات هرمون النمو الجروث هرمون هو اللي مسؤول عن حرق الدهون لما بنام أقل من 5 ساعات الهرمون ده بيقل فما بحرقش مهمة قوي يا جماعة المعلومة دي تتحط في الاعتبار طيب أنا عايزة خس دكتورة دينا الحقيني مالك عايزة خس تختخنت قوي جربت منتجات كتيرة جدا منفعش جربت أساليب ضايت كتيرة جدا وفشلت بحب الأكل عندي شراف الأكل والأكل بالنسبة لي متعة وبحب طول الوقت أنقنق وآكل ومقطرة حرويات ومقطرة سكريات الحل يا دكتورة دينا الحل في الكورس اللي أنا جاي أتكلم عنه هو كورس بيستا باعتبر كورس بيستا هو الأقوى في عالم التخصيص لأنه أولا مرخص ونزارة الصحة المصرية مهمة قوي قوي أتكلم ما أجي أتكلم أتكلم على حاجات مرخصة حاجات أتعامل عليها أبحاث شفت النتائج بنفسي على أرض الواقع وقتها أعرف أتكلم بثقة إش معنى كورس بيستا اللي باتكلم عليه بكل ثقة لأنه أولا عبارة عن ألياف مواد طبعية الكورس ما بيشتغلش على يعني مش هاجي أخس في عندنا أدوية وعندنا حاجات بتشتغل على المخ فبتسدي لي الشهية بس طول وقتها بعصبية مش عارفة نام عندي جفاف لا أنا مش عايز أخس كده مهمة قوي أخس وأنا مبسوطة مهمة وأخس وأنا حاسة أن أنا مش تعبانة حاسة أن أنا عندي طاقة متنرفسة على حد ده مهم جدا هبدأ معاكم بأول منتج عندنا من كورس بيستا هبدأ معاكم ببيستا بيستا من أهم المكملات الغذائية المرخصة من وزارة الصحة المصرية اللي ما بتشتغلش على central nervous system اللي بتقدر تحسسني بالشبع تقدر تحسسني بالامتلاء أي واحدة أو أي حتى راجل بيتفرج علي عنده مشكلة شراها في الأكل أنا ما بقولش أنا هسد نفسك خالص أنا على طول بقول الأكل متعة حلال لكن السلوجن بتاعي على طول بقول كله واشربه ولا تصرفه دي مهمة جدا فهخليكم تاكلوا اللي أنتو عايزينه بس بمقدار قليل وتقللولي جدا الحلويات والسكريات مش بعرف أقلل الحلويات والسكريات يا دكتورة دينا مع استخدام كورس بيستا من نفسكم مش هتلاقوا إن كنتوا بتاكلوا كمية السكريات اللي كنتوا بتاكلوها طيب هبدأ معاكم بيستا داخل بيستا أي بيخليني أحس بالشبع الألياف عايز أخس أخذ ألياف من أهم الألياف اللي داخل بيستا الأمح الشفان كشور السليم التلات ألياف دول بيشتغلوا إزاي لما باجي بأخد كيس من بيستا قبل الوجبة الرئيسية بتاعتي بنصف ساعة على كباية مياه كبيرة ومش بحتاج أحطه في عصير لأنه هو بتعم التفاح فتعمه لطيف جدا بادوبه وباشربه الألياف دي بتعمل بتمتص المياه وتعملي حيز في المعد فالحيز اللي فاضل بقى مش كتير بقى قليل فلما باجي أكل لو أنا بأكل طبق قد كده فيه البروتين لازم نأكل على فكرة أهم حاجة أكل في اليوم هاكل بروتين هاكل ناشويات هاكل دهون صحية بحدش يقول لي لا 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 أنا منع دهون خالص لا الجسم محتاج دهون هرموناتنا اللي بتتكون بتتكون من دهون الفيتامينات اللي قبلة للذوابان في الدهن مهم ليها زي الفيتامين دال كي ديكا دي اي كي اي ما مش هتمتص من غير دهون الفكرة يا جماعة في الدهون إنها تبقى دهون صحية مش كل دهون نوقفها لا لمت جدا الدهون المتحولة الدهون المشبعة نقلل جدا اسامنا الصناع نقلل جدا المقليات كل الحاجات دي مش صحية نقللها بقدر الإمكان ناخد دهون صحية بكمية معقولة زي زيت الزيتون رائع زي الافوكادو زي المقصرات رائعة الأسماك الدهونية كل الحاجات دي دهون صحية جسمي محتاج هرموناتي مش هتتكون غير دهون المخ محتاج دهون فمحدش يقول لي أنا مقفد هون خالص ده مش شطارة يعني المهم هرجع تاني لكورس بيستا وهرجع تاني لمنتج بيستا الألياف بتديني احساس بالشبع بتاخد فترة في الهضم فأنا بعد الغداء هقض بالست سبع ساعات أنا مش حاسة أن أنا جعانة ده حاجة رائعة في كورس بيستا إن أنا مش طول الوقت نقنع وخلوا بالكم يا جماعة لو بتكلم على الكربوهايدريت الكربوهايدريت هو الوقود الأول للجسم البنزين يعني هل في عربية تقدر تمشي من غير بنزين لا بنزيني أنا الكربوهايدريت محدش يقولي أنا هقطع كربوهايدريت الكربوهايدريت بتتاخد بلمت بس أهم حاجة تبقى حاجة اسمها كربوهايدريت معقدة الكربوهايدريت البسيطة دي اللي نخاف منها دي اللي نقللها قوي محدش يقولي أنا هصحى من نوم بفتر انجليش كيك عليها اشتع لا لا ده مش فطار ده مش فطار خالص الفطار لازم ممكن الشوفان الشوفان كربوهايدريت بس من الكمبليكس اللي بتاخد فترة في الهضب الكربوهايدريت البسيطة يا ضعبك بتتحط في البق مؤشر الجليسيمي عالي ترفع لي الانسولين على طول خلوا بالكم بقول الكربوهايدريت مهمة جدا لكن اي نوع فيهم برضو لازم ده يبقى في الاعتبار انا دلوقتي اخدت بيستا قللت الشهية بتاعتي عدت فترة انا شبعانة وكمان بيعمل على عدم امتصاص الدهون طيب انا دلوقتي قللت الاكل دمام الدنيا تمام بس ايه بقى انا خايفة يا دكتورة دينا شعر يقع انا قللت اكلي بشرتي بيزة حاسة ان انا ما عنديش طاقة يبقى على طول شركة بايو ناتشرل مقدمها مع بيستا قلب مالتي فيت من اهم المكملات الغذائية او من اهم المالتي فيتامينز اللي موجودة الملمة مش هقول كل هقول معظم ملمة بمعظم الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها يوميا بنسب بسيطة الفيتامينات والمعادن بتسمى في الطب المايكرو المانس المايكرو اسسنشل المانس الالمانس اللي الجسم بيحتاجها يوميا بمعدلات بسيطة البروتين الفات الكربوهادريت دول ماكرو اسانشل ألمانس من أهم الفيتامينات اللي موجودة حاليا وبدعمها بقوة في السوق المصري هو ألبا مالتي فيت اش معنى ألبا مالتي فيت يا دكتور احنا عندنا فيتامينات كتيرة قوي في السوق اش معنى بتختاري ألبا مالتي فيت لأن ألبا مالتي فيت دخلوا 13 عنصر من الفيتامينات والمعادل مهمة قوي قوي وانا بخس اخلي منعتي كده ما خسش وكل شوية يجيلي دور بلد يجيلي اسهال يجيلي مش عارفة ايه منعتي ضعيفة لازم أقوي منعتي أقوي منعتي بإيه بفيتامين سي رقم واحد بزنك رقم الاثنين والاثنين موجودين داخل ألبا مالتي فيت محتاجة أدعم التمثيل الغذائي أدعم الأيد أدعم الميتابوليزم خلوني كمان في حلقة تانية أكلمكم يعني ايه تمثيل غذائي ده مهم جدا للناس كلها تفهم يعني ايه تمثيل غذائي ويعني ايه سعرات حرارية ويعني ايه الطاقات الخفية والطاقات الحركية بس مش هلحق في الحلقة دي ان شاء الله الحلقة الجاية أكلمكم يعني ايه طاقة وازاي نقدر نستهلك سعرات الحرارية في الطاقة رقم واحد من الفيتامينات اللي بتدعم عملية التمثيل الغذائي فيتامين بي كله الكمبليكس كله طيب هل ألبا مالتي فيت فيه كل عائلة فيتامين بي هو ده اللي بتكلم فيه أن ألبا مالتي فيت دخله كل عائلة فيتامين بي وكمان الكوبالامين مشهور جدا جدا الكوبالامين هو فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 هو الداعم لقرات الدم الحمرى عندي الفوليك أست الفوليك أست داعم لقرات الدم الحمرى وداعم للصحة النفسية ومهم جدا للبنت اللي بتفكر تحمل أو البنت السيدة مش بنت السيدة اللي عايزة تحمل من قبل ما تحمل لازم تاخد فوليك أست عشان تمنع تشوهات الأجنة الفوليك أست هو اللي بيعمل لي الخلاق بيكمل الخلاق العصبية للجنين عندي كمان داخل ألبا مالتي فيت الكالسيوم عندي كابر عندي نحاس عندي مجموعة من الفيتامينات المختلفة على فكرة الكورس لسه مخلص عندي حاجات تانية في الكورس مهمة جدا للحرق وحاجات كتير بس هنروح نشوف حالة إسراء اللي استخدمت من أحد العاملات الجاملات اللي استخدموا كورس بيستا ونرجع لكم نكمل بقية الكورس بتاعنا أحكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي اسمي إسراء محمد منضوح سني عشرين سنة كنت خمسة وتسعين وبقيت خمسين قبل ما خس كنت بعيني من نفسي قصير ما كنتش بقدرة تنفس كويس اللبس كان عندي فيه مشكلة دربات قلبي كانت سريعة ما كنتش بعرف أتحرق ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل كنت بأكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة إحساسي بعدا ما خستت إحساس جميل جدا بعرف ألبس براحتي وبعرف أكل اللي أنا عايزاه وأتحرق وجسمي بقى خفيف جدا أنسح أي حدي جسمه مليان أنه هو يتابع مع بيستا موضوعه سهل جدا طبعا إسراء من العاملات الشباب البنات الصغيرة اللي كان عندها حافز أنها تخس وعايزة عايزة تبقى أحلى وخايفة على صحتها والنتيجة هي راضي عليها جدا وبطمن كل الناس أن كورسي بيستا مرخص من نظر الصحة المصرية مرخص من نهاية سلامة الغذاء آمن ما بيشتغلش على المخ مهم جدا مناسب لأصحاب الأمراض المزمنة ومناسب لجميع الأعمار ابتداء من 13 سنة هرجع تاني لكورسي بيستا اللي كنت باتكلم عنه الأقوى في عالم التخصيص طيب أنت كده يا دكتورة دينا زبطتي في حاجات كويسة جدا قللت لنا الشهية مش بسد الشهية بقلل الشهية بقلل الشهية ادتين الفيتامينات والمعادن عشان لما نيجي نخص نخص بصحة نخص بإشراقة نخص بباستف انرجي بطاقة إيجابية بس في ناس للأسف عندها مشكلة في قصة الحرق حرقي ضعيف ويمكن الستات يمكن حرقها بيبقى أضعف من رجالة بالذات الستات رباط للمنزل اللي ما بتنزلش ما بتتحركش الحركة مهمة جدا وأتمنى أي حد بتفرج علي حتى يمشي تلت ساعة كده حوالين البيت بس مش هقدر أقول مثلا مثلا لست فوق المئة وخمسين كيلو قولها نزلي امشي نزلي روحي جيم أنا كده بقضي عليها ركبها حاجات دي مهمة جدا لازم الناس التخان قوي أو الأوفر ويت قوي يخصوا الأول على بيستة شوية وبعد كده يمشوا لكن الناس العادية مهمة قوي الحركة مهم الماش الماش بيزبط كوليسترولنا بيزبط هرموناتنا طبعا على الشاشة كمان من السادة العملة اللي يستخدموا كورس بيستة من الستات وإسراء كمان تاني أهو ورجال كتير استخدمت كورس بيستة تقدروا اللي عايز يحصل على كورس بيستة يحصل عليه من خلال أرقام اللي ظهر على الشاشة ما عندناش أي منفذ بيها آخر عندنا مندوبين في كل محافظات مصر عندنا فريق طبي كامل بيتابع الحالة من استخدامهم من الكورس الأسعار رائعة مرخص مزارسة الصحة المصرية آمن جدا مناسب لأصحاب الأمراض المزمنة ومناسب من سن 18 مش 18 سوري 13 سنة ودي كمان صفحتنا على الفيسبوك اسمها بايو بيستة بنقدر نستفصل عن أي حاجة عايزين نعرف الأسعار عايزين نحصل على الكورس بنقدر نحصل على الكورس كمان لما اتكلمت على قصة الحرق احنا مش بس الكورس بتاعنا بيستة وقالبا مالتي فيت احنا عندنا حاجة كمان عشان مريض السمنة عندك مشكلة في الشراهة هنزبطها عندك مشكلة في الحرق هنزبطه ايه بقى المنتج اللي موجود داخل كورس بيستة بيقدر يرفع لمعدل الحرق بنسبة كويسة هو القهوة الخضرة او الجرين كوفي طبعا كلنا عارفين الجرين كوفي بتقدر تقلل الشهية والأسرع في حرق الدهون والأسرع في رفع معدل الحرق وداخل الجرين كوفي كمان الجرين تي والجارسينيا طيب عندنا كمان جوة الكورس شركة بايو ناتشرال عملت حاجة كويسة جدا جدا مطلعة مع اي عميل هياخد كورس بيستة مطلعة فيتامين دال كادو من الشركة فيتامين دال اي فيتامين هو فيتامين دال مهم يمكن للأسف للأسف فيتامين دال مش في شهرة الكوبالامين مش في شهرة الفيتامين سي لكن فيتامين دال مايستر الجسم هو بيسمى بفيتامين الشمس واحنا كمصريين للأسف 70% مننا عندنا نقص في فيتامين دال ومش عارفين يعني بقول لكل الناس اللي بتتفرج علي مهمة قوي فيه تحليل دورية مهمة لازم تتعامل يمكن تحليل الكوليسترول الكوليسترول ملوش عارض لازم وبالذات لو عندنا تاريخ سيء من الأب والأم في الكوليسترول السكر لازم التراكم يتعامل كل أربع شهور بالذات لو عندنا تاريخ سيء في السكر كمان فعندنا الحاجات دي مهمة جدا بلس ان فيتامين دال مهمة قوي المتابعة بتاعته فيتامين دال عندنا داخل قلب داخل كورس بيستا بيطلع هدام الشرك فيتامين دال يعني مناعة يعني صحة نفسية يمكن بنات كتير عندها نقص فيتامين دال ما كانتش تعرف بيجي لها حاجة اسمها مود سوينجز بتصحى منهم مقريفة زهقانة أرفانة مثلا شعرها بيقع مناعتها مش كويسة بتدخن وما بتقولش كتير تيجي تحلل فيتامين دال تلاقيه أقل من 20 وأقل من 15 وأقل من 12 وقصص فأوردي شركة بيوناتشرل مقدمة فيتامين دال هدية مع أي عميل هيطلب كورس بيستا اللي من إنتاج شركة بيوناتشرل المرخص وزارة الصحة المصرية وعندنا مندوبين في كل محافظات مصر أي حاج بتفرج علينا من أسوان كنت أقول من سودان سودان حبايبنا مرتو من أسوان من السعيد من بحل أحمر أي محافظة كفر الشيخ قريدي إحنا عندنا عاملة في كل محافظات مصر عندنا فريق طبي بيتابع مريض السمنة أو مريض السمنة كل أسبوع وبرجأ أقول المشاركة الوجدانية المريض السمنة مهم التشجيع النفسي مهم جدا نعرف خسيت قد إيه أكلك قل قد إيه آخر أكل بتاكله الساعة كام بتاخد بيستا لو أنت مثلا بتحب تتعشى كتير قوي فمحتاج أنك أنت تقلل كمية الأكل بتاكلها بالليل فلازم أخد بيستا قبل قبل ما يأكل ساشة كيس ده مهم جدا طب أروح لأسئلة السوشيال ميديا لأن الحقيقة جالي أسئلة كتير جدا تعالوا نجاوبها سوا نرميل السيد أنا كنت تعبانة وبأخذ عليك كان فيه مادة بتعمل مية تحت الجلد وقفت العلاج وبرضو وزني مش بيرجع زي الأول وفيه زيادة إيه الحال طبعا إحنا عندنا بعض الأدوية بتعمل مية تحت الجلد وبعض الأدوية بتنفخ يعني زي الكورتزول بيتخن كورتزون سوري الكورتزول ده الهرمون اللي بيطلع من الجسم الكورتزونات دي الأدوية بعض أدوية الكنتراسبتفز أو أدوية الحاملة أحيانا اللعبة في الهرمونز بيتخن بعض أدوية الانتي دي بريسنس بعد أدوية الاكتئاب بتخن بقى بقول أن الكورتز طبعا أنا على الشاشة دي صفحة بايو بيستا اللي نقدر نحصل بيها على كورتز بايو بيستا أو كورتز بيستا بقول أن الكورتز آمن هيستخدم حتى لو أنا مريضة غدة يعني ناس كتير من البنات عندها خمول في الغدة الدرقية رقم واحد رشدة الدكتور رقم واحد الدكتور الغدة الصماء أو البطنة بي لازم يمشيك على هرمون الثيروكسين بيمشيك على الهرمون هل كورتز بيستا يتعارض مع الأدوية هو لا يتعارض احنا بناخده عشان نقدر لخص لأنا برجع أقول أن بيستا عبارة عن إيه عبارة عن ألياف وفيتامينات وقهوة خضرة ما يتعرضش مع أي أكتف إنجريديت موجود في أي دواء فبقول لمدام نرمين كلمين عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة اطلبي كورتز بيستا هتاخذ بيستا من ساشة أو 2 ساشة في اليوم قبل الوجبات الرئيسية بنص ساعة هتاخذي ألب مالتي فيت أرس واحد بعد الفطر ما تخطيهوه ليش بالليل عشان ألب مالتي فيت الفيتامين به بينجدعه من نشط فباخده الصبح هتاخذي أرس واحد بس من الأهوة الخضرة بعد الغداء وفيتامين دال هتاخذي أرس مع الوجبات اللي فيها دهون صحية معانا نجلاء على التليفون نستقبل حالة نجلاء مساء الخير يا فاندم سؤال نور زي حضرتك أخبار حضرتك إيه؟ أنا تمام الحمد لله أشكرك جدا جدا على الكورس بيستا بجد الصراحة يعني خسسني كتير حبيبتي أوليلي أنت عندك كم سنة يا مدام نجلاء؟ أنا عندك 29 29 بدأتي كورس بيستا من إمتى؟ بقالك قد إيه بتستخدمي هذا الكورس؟ يعني بصي شهر بالضبط شهر؟ وخسستي قد إيه يا مدام نجلاء؟ لا أنا في الأجل من شهر خسست 8 يعني في حوالي 15 يوم والله العظيم لما بكدب حلوة قوي طبعا رائع رائع النتيجة وبتستخدمي وبتغضي الألبا مالتي فيت وبتغضي الأهوى الخضرة وبتغضي فيتامين دال؟ آه طبعا بغضو وأنا فعلا جبته ورجحتي جبته تاني آه أنا كنت 78 ونزلت بجد 70 وإن شاء الله أنت بجد سبعين برافو والله سعيدة جدا خلي بالك إحنا كستات لو يعني خسنا كيلو اتنين كيلو بنبتدي بتشجع أكتر وقليلي يا مدام نجلاء فيه دا كاترة كلموكي وبيتابعوا الحالة بمفسوط آه لا لا حاضرك بيتابعنا على طول كل أسبوع بيرانا عليها مرة واثنين والله واقسم بالله أنا ما بجد في قال والله مفسوطة قوي قوي يا مدام نحريك بتكلمينا منين؟ أنا من محافظة أسيوت والمنتج وصل لحد أسيوت المندوبين عندنا أنا بصي في أسيوت وفي كاري اسمها المحسلة دا وصل لحد البيت كمان والله إحنا عندنا عملة كتير من أسيوت وتحياتي لكل أهل أسيوت وميرسيها وليلي أنا بشكر جدا جدا على المنتج دا والصراحة ولا دوخة ولا أصداء دا أهم حاجة ولا أي حاجة والله العظيم والله كلمة دي يوميد مايدي يعني كلمة دي أن أنا بخس ولا دوخة ولا أصداء ولا نرفزة ولا مقريفة أكل على فكرة بأكل والله طبيعي وعادي ماينفعش يا مدام نجلأ مافيش حاجة اسمها أحرم نفسي من الأكل الأكل الصحي هو الأكل الصحي المتوازن المتنوع يبقى فيه بروتين فيه كاربوهايدريت فيه فاتس أهم الدون عظيم حضرتك بصيحنا جبنا قبل كده منتج صراحة منع الأكل خالص ففيه ناس رح تمنستشفى وفعلا والله العظيم أنا بتتكلم جد أنا بقول يا مدام نجلأ الشهاية دي نعمة من نعم ربنا ماينفعش أنا أمنحها أقننها ده المهم ده المهم ومبسوطة بالنتيجة ومرسيل حضرتك قوي وبشكر حضرتك لك انت كلمتينا على الهواء تقول لنا على النتيجة وتقول لنا على نتيجة كورس بيستا معاكي ويريد كمان شهر ترجعي تكلميني تاني عايزة عارف خصيتي تاني كم كيلو وكملي مع كورس بيستا والدكاترا هيكمله معاكي كل أسبوع هيتابعه معاكي كل تفصيلة أكلتي خصيتي كم كيلو ده مهم قوي وعلى الشاشة بان دلوقتي كورس بيستا ازاي نقدر نحصل على الكورس برجع أقول عندنا أرقام ظهر على الشاشة أرقام شركة بايو ناتشرل بنتكلم في أي وقت يا جماعة مش بس وقت الحلقة ده مهم قوي ان انا أتكلم في أي وقت هتلاقوا الدكاترا موجودين 24 ساعة في اليوم وكمان عندنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بايو بيستا اللي عايز يستفصل يمكن الناس كتير بتزهق من موضوع التليفون ده فالأسهل انه ما يخش على الفيسبوك فاحنا موجودين على السوشيال ميديا وعلى الكول سنتر كمان بطمن الناس ان الكورس مهم قوي اقول انه مرخص من وزارة الصحة المصرية مرخص من هيئة سلامة الغذاء ما بيشتغلش على المخ ما بحبش الأدوية اللي تشتغل على المخ خالص الكورس عبارة عن ألياف مكونات طبيعية هنخص مع بايو ناتشرال كورس بيستا هنخص بصحة هنخص بأمان هنخص بجمال هنخص مش هنلاقيش عارنا بيقع هنخص من غير ما يبقى عندنا اللي هو حاسين ان احنا زهقانين اطلاقا فده مهم جدا جدا هرجع تاني على هسئلة السوشال ميديا معايا المرة دي سهير انا جوزي جسمه رياضي طب حلو بس مشكلته انه طالع له كرش مشكلة الكرش عند الناس كلها ستات عندها كرش رجالة عندها كرش وممكن تلاقي بنات او رجال كلهم رفيعين عندهم مشكلة في الكرش هنحل الموضوع ده دلوقتي معاكي بس اكمل المشكلة بتاعتي وكل ما بيحاول يمنع الاكل جسمه كله ينزل معايا دا الكرش فالكورس ده هينزله الكرش بيسمى بالدهون العنيدة الدهون العنيدة بتتمركز في الكرش او في الدراعات او في الارداف الدهون الكرش دهون عنيدة وفي نفس الوقت بسميها اخطر دهون دهون الكرش هي او بسموها الدهون الحشوية ليه بقول عليها اخطر دهون أي مريض سكر لو عنده كرش رقم واحد لازم الدكتور يقوله انسف كرش الكرش ده لازم ينسف عشان البطن فيها الكبد فيها البنكرياس فيها المعدة فيها كل الجهاز الهضمي بتاعي فما ينفعش يبقى عليه دهون طيب الحل في ايه في موضوع الكرش بقول لأستاه سهير محمد بقى الجزهة جسمه رياضي يبقى مهم انه هو مشتخين قوي جسمه رياضي عنده بس كرش مهم مع كرش بيستا احاول امشي شوية احاول العب بطن طب ايه اللي داخل بيستا هيبقى مناسب ليه جدا يرفع معدل الحرق معاه القهوة الخضرة هياخد من بيستا اتنين ساشت في اليوم ساشت قبل الغداء وساشت قبل العشاء هياخد من الجرين كوفي ارس واحد بس بعد الغداء وهياخد من قلب مالتي فيت ارس بعد الفطار وهياخد فيتامين دال ارس وقت ما بيأكل حاجة فيها دهون صحية زي سلط عليها معلقة زيت زاتون زي كوباية كده صغيرة من لبن جامل الدسم وات افر ودي ارقامنا الوحيدة على الشاشة اللي عايز اطلب كورس بيستا هيكلمنا من خلال الاطقام الدكاتر موجودين لمتابعة الحلب نفسهم على طول عندنا صفحة على الفيسبوك نقدر نستفسر بردون ونطلب منتجات شركة بايو ناتشو من خلال صفحة بايو بيستا اللي احنا شايفنا على الشاشة برجع اطمن الناس كلها انه امن ومرخص من وزارة الصحة المصرية بنستخدمه من سن 13 سنة حلقاتنا خلصت اتمنى ان انا قدرت افتكو تابعوني في كل حلقاتي معاكم دينا بالصعود وعلى طول بقول مع دينا بالصعود هتبضلي انتي دايما الأحلى سلام عليكم